اهلا بحضراتكم معانا لأولى فقرات الحوار لهذا اليوم مشرفني فيها الدكتور محمد اليمني نائب رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود زايد للدراسات اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرتك السيزايب ورسانة طيب وحضرتك طيب دكتور محمد النهاردة كان فيه لقاء مهم جدا مع وزيرة بيربوك ووزيرة خارجية ألمانيا وسامح شكري وكان فيه مؤتمر صحفي وكان فيه تأكيد على رفض مصر لفكرة التهجير القصري للفلسطينيين او اي تهجير بقى التهجير الطوعي الكوميدي اللي هم قالوا عليه ده اللي هو يا تخرج يا موتك بس بمزاجك صحيح صحيح اول سؤال احب اعرف من حضرتك موقف ألمانيا اي انا قلت في المقدمة عاش عارف حضرتك شفت لا شفت مصبوط شفت يعني فكرة ألمانيا عندها حساسية معينة عشان هتلر وكده والمسكنة والممحنة بتاعت الصيونية فألمانيا عايزة طول الوقت تثبت انها مع اسرائيل لكن اعتقد ان ليها موقف محترم من القضية الفلسطينية هدك نورني يعني يعني اللي انا شفته في الايام اللي فاتت وخاصة يعني بدأت من عملية طفان الاقصى ان ألمانيا بالذات ما غيرتش اسلوبها سواء اسلوب الاعلامي او حتى الدعم العسكرية والاعلامية والوجستية لإسرائيل لإسرائيل فده أكبر دليل ان ألمانيا موقفها واضح غير فرنسا ألمانيا كان طبعا فرنسا تغير عشان فرنسا بتخاف من الاحتجاجات الشعبية صحيح عايزة أقول إيه ألمانيا برضو عندها موقف انها مؤمنة بحل الدولتين مش كده ولا ده كلام فوق الترابيزات الخراصة مزبوط ولكن حضرتك أستاذات يعني عارف كواس جدا ان الأمور على وسائل الإعلام أو في نطاق العالم مختلفة تماما طبعا الأمور حق القيام اه السرية هذه أيضا نقطة النقطة الأهم اللي تهميني من يوجد نظري هو العامل الكبير والدفع الكبير من الجانب المصر وعلى رأسين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلينا تكلم مع حضرتك على بعض النقاط السريعة جدا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض في 12 مناسبة رفض إيه رفض تصفية القضية الفلسطينية سواء على المستوى المؤتمرات مستوى القمم مستوى أيضا مع المسؤولين الغربيين بشجاعة نادرة على فقر جدا وكان يعني هذا الرفض جاء بترحيب كبير بأن موقف مصر موقف كبير وقوي هذه نقطة نقطة الأهم بأن أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وهو في سيناء في شمال سيناء مع كتيبة 101 رفض برضو تصفية القضية الفلسطينية أنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي على رئيس الجمهورية ومن ثم القيادات ووزير الخارجية طبعا هو يعني بمثل العمود الرئيسي في السياسة الخارجية المصر حتى في كلماته في الأمم المتحدة هو كمان استغلى وجوده بباريس وأيضا رفض تصفية القضية الفلسطينية على ذكر باريس كان فيه لقاء ما بين السيد الرئيس ورئيس فرنسا إيه اللي حصل؟ الرئيس إيه؟ فرنسا آه يعني هل فيه جديد بيخص هذه القضية برضو في هذا اللقاء؟ يعني أكيد يعني الرئيس السيسي الناس كتير ما تعرفش إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى قبل طفان الأقصى قبل هذه العملية وبعد هذه العملية بيبذل قصارى جهده لأمور سواء اللي هي علاقة بالاحتلال الإسرائيلي وسواء أيضا اللي هي علاقة بتصفية القضية الفلسطينية وسواء اللي هي علاقة أيضا بخصوص الأمور الإنسانية لأن الدائرة الآن يوجد قمة غدا في العقبة في الأردن مع الرئيس أو أمير الأردن وأيضا رئيس عبدالفتاح السيسي مع جلالة الملك مع جلالة الملك عفوا وأيضا رئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني كان عندنا مبارح فيعني تنسيق المواقف دائم أكيد يعني خلينا نقول إن كل المواقف دي بتتبلور في نقطة مهمة جدا بأن مصر تقول للعالم وتقول لإسرائيل وتقول للولايات المتحدة الأمريكية نرفض تصفيت القضية الفلسطينية ونرفض أيضا كل ما يتم من قبل الاحتلال الإسرائيلية بهذه المناوشات إسرائيل تعلم بأن هذا الأمر جس نبض مصر يعني في الأيام اللي فاتت ده من ثلاثة شهر لما طلع المفكر بتاعهم الاسمه إيلي كوهين وكتب مقالة كده خلينا أسألك الحاجة تانية مهمة الموقف الأمريكي يعني بقى معقد بعض الدعوات طلعت في أمريكا لسنا واحدا تعمل بيها مظاهرات إن مصالحنا ما هيش مصالح إسرائيل أمريكا عندها في الربيع انتخابات تمهدية للرئاسة موقف بايدن مش ناقص يعني سمعته السياسية ضاعة مظبوط طبعا عدوه اللدود أو خصمه اللدود بينتهز هذه المواقف عشان يقول لو أنا اللي كنت دونالد ترامب آه ترامب لو أنا اللي كنت ما كانش هيبقى كده مظبوط بالرغم من إنه يعني أحمد زي الحج أحمد وهو يعني ما عملش حاجة في فترة رياستو لكن إيه عايزي أعرف بقى يعني النهاردة فيه تصريحات كتير قوي مع زيارة أنتوني بلينكين من إسرائيل آه إنه إحنا اتفقنا معهم إنه قطاع المدنيين لا يمسوا إنه آه في وعود إنه خلاص إسرائيل حتقلص جدا من عملياتها العسكرية في قطاع غزة وإنه لابد أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقته حاجات من هذا القبيل بص بص أستاذ زهاب خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا فضل اللي كل اللي بنسمعه على وسائل اللي علامة مخاصة التصرحات سواء من أمريكا أو سواء أيضا من الاحتلال الإسرائيلي أو سواء أيضا زيارات أنتوني بلينكين سواء السابقة أو في الوقت الحالي هو بيؤكد دعمه المطلق للاحتلال الإسرائيلي لك أن تتخيل بأن يوجد إبادة جماعية يعني إحنا بينشاهد على وسائل الإعلام كل ما يحدث في قطاع غزة ولكن يوجد أمور خفية جدا يعني لك أن تتخيل أكيد ولكن لما حضرتك تسمع بأن جسس الموت الشهداء من قطاع غزة الشعب الغزاوي بيتم سرقة الأعضاء بتاعتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذه جريمة أخرى يعني حسب عليها القانون الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بس إحنا يعني طبعا جرائم الاحتلال يعني نحدث ولا حرك بس أنا عايزة أستفيد بوقت السمين وخبريتك فإنك تقول لي يعني وقتي طب إحنا بنتكلم عن اللي في الغرف المغلقة الشيء واللي بيعلن قدام الكاميرا الشيء حضر أديني بس فرصة أديك كل ما عندي حضرك سألتني على أنتوني بلينكين وزياراته ماذا يقصد والولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات أولا جون بايدن يريد الاستفادة الكاملة من اللوب الأمريكي لأنه يعلم بأن اللوب آه آه مصبوط أنه ليه تأثير كبير جدا في الانتخابات القادمة وأن جون بايدن برغم تناقضاته اختلافاته مع رئيس الوزراء يعني بن يمينة نياو حتى لم يهنئوا على فوزوف الانتخابات السابقة هذا اندل يدل على أن جون بايدن في هذا التوقيت يحاول استغلال كل الفرص ولكن خلينا نتكلم على بعض النقاط المهمة حتى كنت مع حضرتك في وقت من الوقت كلمت معك على أنه خسر 12 صوت من الديمقراطيين و7 من المستقلين وأيضا صوت العرب والمسلمين والولايات المتأرجحة المراتي غالبا لن تكون في صفه على الإطلاق أكيد لا بتحسن يعني أكيد طيب خياس ألك عن حاجة أعلنت رسميا بقى في تصريحات مش تحت الترابيز أن الخارجية الأمريكية أعلنت النهاردة أنها بترفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين هل في رأي حضرتك ده برضو جزء من اللعبة ولا ده معناه أن أمريكا بتقول يا إسرائيل يعني أنا قادرة فما تخلونيش يعني أستخدم وسائل أو أتخلى عنكم أو أو هو كل السنايرات متواجدة ولكن خلينا نتكلم بأن هذا جزء من اللعبة الأمريكية ولكن أنا قلتها كتير بأن الدولة الوحيدة حول العالم التي هي قادرة على وقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمتلك من الوسائل والأدوات على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي هل تريد؟ في هذا التوقيت لا لا تريد ولكن خلينا نتكلم مع حضرتك على نقطة مهمة جدا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي من صنعت فكرة الاختيالات في الأوين الأخيرة هي التي قالت الاحتلال الإسرائيلي هكذا أنتم لم تحققوا أي شيء على مدار 95 يوم على 90 يوم لم تحققوا أي شيء لو أنتم تقصد اختيالات اللي هو العروري في سوريا أو حتى الضربات اللي حصلت في إيران أو يعني مش بعيدة عن زلم الاسرائيليين يعني مش بعيدة عن زهن الاسرائيليين أكيد لا ولكن هو الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تخفف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتخفف الضغط على المهاجمة الشرسة سواء من المجتمع الأمريكي أو سواء أيضا من الدول العربية أو من المجتمع الإسرائيلي الداخلي صحيح إنهم قالوا له أنتم عملتوا إيه ده أنتم محررتوش أسير واحد بكل الطيارات وكل السواريخ دي مظبوط طيب يفندم النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتقول بقى بتخرج بالتصريح إذا كانت هي صاحبة فكرة الإختيالات فهي خرجت بقى بالتصريح اللي كانت فكرت في الإختيالات عشانه حقق الجيش الإسرائيلي حقق انتصارات كبيرة يعني ده فكفاية كده يعني يعني إيه أهو بنتطل عليكم بيقول لكم أنتم هو حققتوا صحيح لا لا مفيش محاقوش حاجة هو بيحاول يعني الاحتلال الإسرائيلي وخاصة من بنيمين يتنياهو في هذا التوقيت يحاول تحقيق هدف ثمين حتى يتم ترويجه للرأي العام الإسرائيلي وحتى يهدأ الرأي العام الإسرائيلي ولكن خلينا يعني نتكلم بحضرتك واستغل وقتي مع حضرتك أستاذ هاب أقولك أن الوضع متأزم في إسرائيل جدا سواء الوضع السياسي متأزم الوضع الاقتصادي متأزم الوضع الأمني العسكري يعني لك أنت تخيل أن الجيش بيدرب في جنوده يعني ضربوا ثلاث جنود الوضع القضائي كمان متأزم لأنه نتنياهو عارفنا أول ما يسير الكورسي في قضايا مستنياه ولهذا السبب هو بيحاول على قدر إنه هو يورط الوقت المتاحة الأمريكية من جهة وكمان يفتح بعض الجباهات اللي هي مش خطيرة على إسرائيل طب هل آه زي حزب الله أنه يدرب حزب الله طيب هل حضرتك يعني عندك تصور لما يمكن أن نخرج به غدا من القمة السلسية للمصرية الأردنية الفلسطينية والله يا سيدهاب احنا بنتمنى بنتمنى إلى أن في الأيام السابقة شاهدنا قمة القاهرة وقمة الرياض وبعض القمم الأخرى سواء من الجانب المصري والجانب الأردني ولكن أنا أرى من وجهة نظري بعض التصورات بخصوص هذه القمة هي تشمل أهم شيء وقف إطلاق النار أو على أقل تقدير هدنة هدنة على مدار 14 يوم أو هدنة سبعة أياماً لتبادل الأسرة ويجي الحديث بعده على هدنة متولة وبعد ذلك وقف إطلاق النار ولكن الأهم وعلى رأسهم هي المساعدات الإنسانية في هذا التوقيع حضرتك فندم المساعدات الإنسانية في إيدينا لكن لما مصر وفلسطين والأردن يعودوا مع بعض حيتفقوا على هدنة إزاي ما لازم يكون لا أنا بتكلم مع حضرتك على الأطراف كلها بلا استثناء يعني هم بيتواصلوا مع حماس بيتواصلوا أيضاً الرئيس أنا بتكلم على كده بالشكل معه الأجهود بقى الاستخبارات المريع اللي مصر عمنا دا طيب لو أصرت إسرائيل لا قدر الله وفضلت تضغط على الدفع بالغزويين للشريط الحدودي ولكي يعني تخلص من دول فوق يمين عند الأردن وتحت عندنا في إيه الأدوات اللي في رأي حضرتك مصر تستطيع بيها إنها توقف هذا المخطط الشيطان جملة مهمة جداً لا تختبروا صبرنا ولا تستفزونا لإنما زال الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتهج نهج الدبلوماسية على مدار السنوات الماضية وأنا أرى بأن الدبلوماسية هي هزمة البندقية دبلوماسية مهمة جداً في هذا التوقيت وغير كده أصل القضية كمان مش زي قضية أسيوبيا يعني الناس تقولك ما هو بيتفاوت بقاله سنين لا مظبوط بفيها ناس بتموت وخط أحمر ألا خلينا برضو أقول لحضرتك على نقطة مهمة أني برضو الطرفين مش عايزين بقى فيه اصدام بينهم من بعض سواء إسرائيل أو حتى الجانب المصري في هذا التوقيت ولكن ما زال يجوا تستفزاز استحيل إسرائيل تضحي بعلاقتها بمصر مهما عملت علاقات مع دول الخليج مش كده برضو مظبوط بس خلي بالحضرتك أن مصر ما زالت مستهدفة يعني أنا برضو قلت بعض الحلقات أن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاحتلال الإسرائيلية من ضمن خطته في السنوات الماضية على مدار على الأقل تقدير 30 سنة و20 سنة فيه من أهم التلات دول كانوا مستهدفين يعني العراق ومن ثم سوريا ومن ثم أيضا الجانب المصري يعني إذا أردنا نقول وده اللي قاله رابين أفتكر في الستينات لما قال لهم لن تهدأ إسرائيل وتعيش آمينة إلا بالتخلص من الثلاث جيوش دي وحضرتك بعض المسؤولين الكبار في السنوات الماضية يعني حتى أكون دقيق في المعلومات قال بأن مصر هي الجائزة الكبرى هي الجائزة الكبرى إذا تم سقطها طيب يعني حضرتك كده بتلوح أن مصر ممكن مفتوحة على كل الحلول لو أجبرت عليها يعني أكيد أكيد ولكن بص بص أستاذ إذاب المواضيع اللي زي كده مش بتتاخد بالعنف طبعا ولا بالحماس ولا بالحماس في أمور إحنا أنا والله حضرتك ما نعرفهاش عن الجيش عن الاستخبارات عن ماذا يفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا تفكر القيادات المصرية في هذا التوقع هل بالفعل مصر قادرة على تحمل عب حربي جديدة أو فتح جابة جديدة ولكن التصراحات رئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة من أول لحظة نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية وهذا أمن مصري قومي هذا إن دل لا يدل على إيه يدل على أن مصر واقفة بالمرصاد ولكن ما زالت تنتاج وما زالت يعني برغم كل هذه التصراحات ما زال الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه يعني سقف كبير جدا في الدبلوماسية وأنا قلت بأن مصر كانت لها دور كبير في الهدنة السابقة طبعا بالجهود المصرية والقطرية والمسطة الأمريكية هم جهود مصرية بس ما هو قطر وأمريكا هم بديل الحوار مع غزة مع حماس وإسرائيل صحيح بما فيش جهود أمريكية ولا قطرية ده دول بيمثلوا الطرفية مصدوب أنت اللي عملت الجهد الفضيع ده لتقريبه جاتلا بس في نقطة أخيرة يا أستاذ جهود مهمة جدا أن الاحتلال الإسرائيلي يعني هو تعرض وأنا حتى يعني بداية الأحداث كان في لقاء مع حضرتك وتكلمت معاك أنهما تعرضوا لإنهار سمعة الاحتلال وسمعة الجيش وسمعة الاستخبارات كل الأمور دي لا علاقة الآن بأنهم مازالوا لديهم يقين ولديهم اتفاق في القيادات الأمنية السياسية العسكرية في الداخل الإسرائيلي نحن مستمرون في القضاء على حماس ومستمرون على قضاء عليهم سواء سياسيا وعسكريا كذلك وأيضا احتلال قطاع غزة بالقوة وهذا أيضا من بعض الضغط على الإدارة الأمريكية حتى تمهلهم لأن بعض القيادات في الاحتلال الإسرائيل قالوا لود أستون قال له بهذا النص نحن نحتاج إلى أشهر حتى يتم القضاء على حماس ولكن أنا موجود نظري هم محتاجين أكتر من أشهر سنوات عديدة حتى يتم القضاء على حركة حماس أحنا نتمنى أنهم لا يقضوا على الشعب الفلسطيني ده الخطورة الحقيقية شكرا جزيلا دكتور محمد اليمني نائب رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود زايد للدراسات فاصل قصير جدا ويكون معانا ضيفنا القادم ونشوف موضوع مصر حتبتدي إزاي تعرف معلومات جيدة جدا عن لاجئيها واحتياجاتهم وعددهم وتكلفة وجودهم في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر